الحاجة التانية نمأ العلمي يعني ان كان فيه ازمة في مكر اقامة نادي الزمالك قبل السوبر المصري بحوالي يومين اللي هو لما البعثة وصلت يعني بعثة نادي الزمالك يومين او ثلاثة الازمة كان بتتمثل في الغرف المخصصة لأعضاء مجلس ادارة نادي الزمالك الفندوق اللي نزل فيه الفريق فمن المفترض ان بيبقى فيه عدد من الغرف لأولا رئيس البيعثة اللي هو الدكتور حسن المندو فالغرفة بتاعته كانت موجودة فيه مفروض غرفة للمشرف على الكورة كابتن احمد سليمان الغرفة ما كانتش متوفرة ولا غرفة رئيس النادي الكابتن حسين لبيب وايضا باقي اعضاء المجلس اللي كانوا مرافقين للبعثة ده نظرا ان الفندوق اصلا كان فل يعني كان فيه ناس كتير جدا كل الغرف محجوزة تقريبا فده حاجة كانت خارجة عن الاراضة بالمناسبة يعني فهنا كان فيه ازمة الازمة ايه كان احد المقيمين في هذا الفندوق بشكل دائم وهو مصري هو ايضا تبقى يعني حد كان قريب اوي من اللي حصل وتقلي بالضبط تقلي بالضبط من احد المصادر هناك ان حازم فتوح برضو وكيل اللاعبين اللي هو دايما علاقته مميزة بنادي الزمالك وبيقيم كتير جدا في الامارات كان ليه غرفة مخصصة لي في الفندوق ده اللي كان فيه بعثة نادي الزمالك وبقال له تقريبا اربع خمسين بينزل فيها يعني على طول نفس المكان بنفس الفندوق بنفس كل حاجة فكابتر احمد سليمان وده حقه على فكرة هو عمل ازمة قال لك لا خلاص يا جماعة بعد اذنكم هتقول لي شونطي او انا مليش غرفة الواحدة او مليش اوضة الواحدة طيب لأ بعد اذنكم انا عايز شونطي احجزول لي اول تذكرة على مصر انا عايز ارجع على مصر دلوقتي فطبع الدنيا قامت وهو الطبيعة يا جماعة الطبيعة هو قال لك ساعتة بقى ينزل كل اتنين في غرفة ده مش عارف ايه هو كلام من ده فالقصة كانت صعبة فجي اللي انا عرفته يعني ان حزم فتوح جي راح اقال لك ايه قال لك خلاص يا جماعة فيه فندوق قريب جدا جدا من نفس فندوق اقامة لعبي نادي الزمالك يبعد دي اقتين بس يعني فرق ما بين في المسافة دي اقتين بس فممكن ناخد مثلا رئيس النادي الكابتن احمد سليمان بباقي اعضاء مجلس الاضارة وكل واحد ينزل في غرفة الواحدة وفي الفندوق التاني ده وده اللي رفضوا الكابتن احمد سليمان تماما وافق عليه الكابتن حسين لبيب بس رفضوا الكابتن احمد سليمان نفسه فهنا الكابتن احمد سليمان اعترض وقال لك انا حرجع مصر دلوقتي وبصراحة طبيعي المشرف على الكرة يكون موجود في الفندوق مع البعثة يعني الرجل اللي احنا نعرفه يعني اعلام بشكل عام ان المشرف على الكرة والكابتن احمد سليمان فتنازل او مش تنازل لا في لفتة رائعة من حازم فاتوح ده اللي هو طبعا وكيل اللاعبين شخصية محترمة جد الناس عارفها طبعا تنازل عن الغرفة بتاعته المخصصة ليوشال شنطه منها عشان خاطر الكابتن احمد سليمان يقعد في الغرفة دي حتى الكابتن احمد سليمان نفسه قال له لا يا حازم انا مقابلش بكده لا صمم حازم فاتوح انه يسيب الغرفة للكابتن احمد سليمان لحل الازمة ودي حاجة تحسب لحازم كان معك بوضوح يعني بالاسماء هو اتحدى ان حد يتكدبني في الموضوع ده فالازمة كانت كبرت شوية ما بين الكابتن احمد سليمان وباقي اعضاء مجلس الادارة ما وصلتش لاخناءة طبعا لكن حصل خلاف اللي هو خلاص طب تعال نروح فندوق ما هو قريب من اللاعب قال لك لا ما نزلش غير في فندوق اللي فيه اللاعب وحقه حقه وكان حق الكابتن حسين لبيب لو كان تصمم انه ينزل في نفس الفندوق اللي فيه اللاعب كان حقه سأحكي لك اللي حصل بالزبط اتحلت الازمة رجع عشانة الكابتن احمد سليمان في الغرفة بتاعت حازم فاتوح قاعد الكابتن احمد سليمان المشرف على الكورة مع البحثة في مقر الإقامة والدنيا الدنيا مشت في الوقت برضو استمرت في فندوق بتاع اللاعبة كان بتحسين لبيب وبيت عضاء المجلس راحوا على الفندوق اللي قريب جدا من فندوق اللاعبة مسافة دي اقتين بس لكن ازمة وعدت على طول وعدت على خير لكن الكواليس كانت مهمة جدا او مش عايز اقول لها ممكن تكون اثرت على اللاعبة لان لعبة تنزمكة عمل مطش كبير جدا ولان ده من نادي القلم فنكنش فيه تأثير في رأي الشخص يعني لكن دي كانت وقعة مهمة ما قبل السوبر المسري شكرا